موسيقى أهلا بكم إلى هذه النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعنوين موسيقى فيه اقتصاد وطني وفيه مصير اقتصادي وطني مش اقتصاد قوائف ولا اقتصاد مذاهب الامين العام لحزب الله يدعو الى تحصين الاقتصاد اللبناني عبر مواجهة الفساد وعدم تحميل الفقراء عبء الازمات موسيقى اضراب المعلمين في الاردن يتواصل اليوم الثالث على التوالي ورئيس الحكومة يقدم مقترحا للحل واستئناف الحوار موسيقى اهلا بكم دعا الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله المسؤولين اللبنانيين الى التصرف بمسؤولية وحفظ حقوق اللبنانيين في النفط والغاز والماء وقال ان الوضع الاقتصادي والمالي يبعث على القلق لكن الحلول ممكنة اذا توفرت الجدية العالية وهناك امكانية للمعالجة اذا توفرت الجدية العالية والتصرف بمسؤولية وطنية وانه في اقتصاد وطني وفي مصير اقتصادي وطني مش اقتصاد قوائف ولا اقتصاد مذاهب ولا اقتصاد مناطق السيد نصر الله دعا الحكومة الى تفعيل عملها وتحمل مسؤولياتها مشددا على وجوب مواجهة الفساد وعدم تحميل الفقراء عبء الازمات وقال ان حزب الله الف لجنة خاصة لمناقشة ما خلص اليه الحوار الاقتصادي الذي عقد قبل ايام برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية نحن في حزب الله بدأنا دراستها في لجان متخصصة بكل ايجابية ومسؤولية وحريصون على التعاون مع الجميع لاجاد المعالجات كما ناقشنا بجدية في موازنة 2019 سنفعل في موازنة 2020 رأى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ان ارتفاع موجوداته الخارجية سيطمئن الاسواق المالية الى ثبات ربط الليرة بالدولار وسيعزز ميزان المدفوعات مشيرا الى ان المعروضة من الدولار في السوق وافر وقال سلامة ان مصرف لبنان خصص التمويل اللازم لاستحقاق 22 نوبمبر الذي تبلغ قيمته مليارا ونصف مليار دولار وهو يعمل بالتعاون مع الحكومة على طرق غير تقليدية لخفض كلفة خدمة الدين العام واشار سلامة الى ان الدعم المالي الذي تعهدت تقديمه كل من السعودية وقطر الى لبنان لم يترجم ماديا بعد عوضت العملة السورية جزءا من الخسائر التي منيت بها اخيرا بارتفاع سعر الصرف من 691 ليرة للدولار الى 640 ليرة وادت عمليات بيع واسعة الى تراجع حاد في سعر صرف العملة السورية في الاسبوع الماضي واعلن البنك المركزي ان عمليات ضبط السيول النقدية اسهمت بعودة التوازن الى سوق الصرف من دون ان يضخ الدولار في السوق يستمر اضراب المعلمين في الاردن لليوم الثالث على التوالي في وقت اعلن فيه رئيس الوزراء الاردني عمر رزاز ان حكومته ستمنح زيادة رواتب للمعلمين ولكنها ستكون مشروطة بادائهم ونتائج الطلاب مؤكدا توصل الحكومة الى اتفاق شامل مع النقابة الرزاز قال ان الحوافز لن تقف عند 50% كما يطالب المعلمون وسوف تصل الى 250% بدورها قالت نقابة المعلمين الاردنيين انها تبحث مقترحات الحكومة واخر معطيات الاضراب الذي يستمر اليوم الثالث مؤكدة ان مشكلة الحكومة هي عدم الاعتراف بالحق في زيادة الرواتب بواقع 50% والبحث عن بنود اخرى لمناقشتها اعلن وزر النفط العراقي ثامر الغطبان اقتراب بلاده من الوصول الى طاقة انتجية للنفط عند 5 ملايين برميل يوميا وقال ان بلاده تسعى الى اضافة مليوني برميل يوميا في سنوات القليلة المقبلة الغطبان اضاف ان العراق لا يزال يحرق نصف انتاج الغاز المصاحب لكن المشاريع الجديدة ستعمل على تسييل الغاز خلال استخراج النفط ما يمكن البلاد من الاستفادة منه قال وزر الكهرباء العراقي لؤي الخطيب ان اصلاح وتحديث شبكة الكهرباء في البلاد يحتاج لاستثمارات لا تقل عن 30 مليار دولار ولا يزال العراق يشهد انقطاعا للتيار الكهربائي وبرنامج تقنين قاس في مختلف المحافظات بالرغم من انه يمتلك احتياطيات ضخمة من النفط الخام حيث يعتبر ثاني اكبر منتج للنفط في منظمة اوبك بعد السعودية بانتاج ناهز نحو 5 ملايين برميل يوميا قال مصدران مطلعان ان حكومة دبي اجرت محادثات مع بنوك بشأن اصدار محتمل لسندات مقاومة بالدولار فيما سيكون اول عملية بيع لادوات دين دولية لها منذ 6 اعوام وكانت حكومة دبي قد جمعت مليار ومائتين وخمسين مليون دولار عام 2013 من خلال سندات اسلامية وتقليدية وتأتي مثل هذه الصفقة في وقت حساس بالنسبة لدبي حيث نمى الاقتصاد العام الماضي باطع وطيرة له منذ عام 2009 وسجلت الميزانية عجزا بلغ مليار وخمسمائة وثمانين مليون دولار اكد وزيرات تجارة التركي روسار بيكتجان والامريكي ويلبر روس سعيهما الى العمل من اجل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الى 100 مليار دولار وذلك بحسب وكالة بلومبرغ الاقتصادية قال الوزير التركي ان بلاده مستعدة لامداد الولايات المتحدة بالمنتجات في ظل التوترات التجارية بين الاخيرة والصين ومن المقرر ان يبحث الرئيسان التركي والامريكي القضايا التجارية بين البلدين خلال لقائهما في نيويورك هذا الشهر يشار الى ان التبادل التجاري بينهما سجل نحو 20 مليار و700 مليون دولار في العام الماضي ألغت الخطوط الجوية البريطانية بريتش ايرويز مئات الرحلات الجوية لليوم الثاني على التوالي مع استمرار اضراب الطيارين بسبب نزاع على الاجور وقدرت الشركة ان تبلغ كلفة الاضراب في اليوم الواحد 49 مليون دولار ووصف هذا الاضراب بانه الاكبر في تاريخ الشركة والاول الذي ينظمه طياروها ادارة الشركة اعلنت انها على استعداد لاستئناف المفاوضات الى بريطانيا حيث اكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جومسون انه لن يطلب تأجيلا جديدا لبريكزيت على الرغم من قانون اقره البرلمان ويلزمه بذلك في وقت طالب فيه النواب البريطانيون حكومة جومسون بالكشف عن الوثائق السرية التي تخص خطة الخروج من الاتحاد الاوروبي موسى سرور قال البرلمان كلمته لا انتخابات برلمانية الا اذا اقرى رئيس الوزراء بتأجيل موعد الخروج من الاتحاد الاوروبي حتى نهاية يناير كانون الثاني فضلا عن تخليه عن بريكزيت من دون اتفاق قرار تزامن ايضا مع تصويت اعضاء البرلمان لمصلحة الكشف عن المداولات بين المسؤولين بشأن تداعيات بريكزيت من دون اتفاق فضلا عن خططهم المثيرة للجدل بتعليق عمل البرلمان لخمسة اسابيع في الحقيقة فان الانتخابات البرلمانية هي الكفيلة بكسر الجمود في البرلمان وهي ايضا تخدم المصلحة الوطنية حيث ستمنح اي رئيس وزراء في حال حصولها شرعية قوية من اجل اجراء مفاوضات الشهر المقبل مع مجلس الاتحاد الاوروبي جونسون الذي قرر تعليق البرلمان لخمسة اسابيع اكد انه يفضل الموت في حفرة على طلب تأجيل البريكزيت في اشارة منه الى القانون الذي دخل حيز التنفيذ بعد الموافقة الملاكية والذي يلزمه بالطلب من بروكسل ارجاء بريكزيت لمدة ثلاثة اشهر لكن اصرار جونسون على عدم التأجيل قابلته تحذيرات من اعضاء البرلمان من انه قد يواجه اجراء قانونيا اذا لم يلتزم بالقانون الذي يحضر الخروج من دون اتفاق بالتأكيد لا اوافق على اغلاق البرلمان فاعضاؤه عليهم ان يجتمعوا لمناقشة ازمة البريكزيت لهذا قررنا في حزب العمال عدم المشاركة في مراسم اغلاق البرلمان في مجلس اللورداد لان هذا قرار سياسي هدفه التوقف عن مناقشة ازمة البريكزيت جونسون اكد لنظيره الارلندي تفضيله التوصل الى اتفاق مع بروكسل معترفا بان عدم التوصل الى اتفاق سيكون اخفاقا سياسيا لحكومته لكنه اصر على خروج بلاده من الاتحاد الاوروبي في نهاية تشرين الاول اكتوبر حتى ولو من دون اتفاق فيما اكد رئيس وزراء ايرلندا ليوفار داكار استعداده للاستماع الى بدائل منطقية عنالية شبكة الامان المتعلقة بالحدود الارلندية عدم وافقة البرلمان على اجراء انتخابات برلمانية قد تدفع حكومة جونسون الى طلب سحب الثقة من نفسها في البرلمان وهو تصويت يحتاج لاغلبية بسيطة لكن هذه الخطوة في رأي المراقبين لا تخلو من المخاطر إذ انها قد تمنح زعيم المعارضة فرصة تشكيل حكومة بديلة خلال اسبوعين قبل التوجه الى الانتخابات العامة وهو امر يضع مسير براكزيت في يد زعيم حزب العمال جيرمي كوربين مسسرور لندن الميادين تعتزم شركة تليفونيكا للاتصالات شطب خمسة الاف وظيفة في اسبانيا من خلال خطة للتقاعد الطوعي وذلك في اطار مساعي الشركة لخفض التكاليف وتعد خطة شطب الوظائف واحدة من بين الكثير من الخيارات التي أجرت الإدارة مشاورات بشأنها في الأسبوع الماضية في اطار مساعيها لتدعيم أسعار أسهمها وسبق أن لجأت الشركة لعروض التقاعد المبكر في سنوات العشر الماضية خلص تقرير للجنة الدولية للتكيف مع التغير المناخي إلى أن التكيف مع التغير المناخي قد يجلب منافع تقدر بسبعة ألاف ومائة مليار دولار وطالبت اللجنة قادة العالم بجعل البنية التحتية والزراعة أكثر تكيفا مع التغير المناخي وقال رئيس اللجنة بانكيمون أن التغير المناخي قد يؤدي إلى إفقار أكثر من مائة مليون شخص في الدول النامية وأن إنفاق أقل من ألفين مليار دولار لتحسين سبل التكيف مع الظاهرة سيعود بمنافع كبيرة على هذه الدول بهذا الخبر نختم النشرة الاقتصادية للمزيد زوروا موقعنا الميادين دوتنات باللغتين العربية والإسبانية نشكر لكم حسن المتابعة واللقاء اشتركوا في القناة